ما بحب يأقس اللبنانيين لكن جاهزوا حالكم نفسيا هيدا البلاد ما رح ترتاح وظلنا هنا من وقتها لليوم في حرب أو ما في حرب 2023 سنة سودوية لأنه واضح أنه منطقة بلحظة فيها بمفجر الوعبس إبراهيم انتهى دوره ايه أو لا؟ بالآخر موظف بيت قاعد بفلح البيت البوح بالأسرار حلال لبق أحلامك ولبق أوهامك كسرت الجرة بين جبران بيسيلو حزب الله بعت ورا كل اللي عم يضاربوا على الليرة ونقال لهم ضده لن يأتي حل كبير على القليلة بالعشر سنين اللي حادثة الكحالي كانت تست للحرب القليلة وحاطت عنوان لثلوث ذهبة جيش شعب مقاومة والله شو بيكتب بعدين أنا ما بعرف نحن عم نختم سنة معاكم سنة في أحداث كتيري رح نجارب هيك مستعرضة حدث ورا حدث أكيد رح ناخد الأحداث المهمة ونضوي عليها ورح نرجع نحكي كمان هيك عن آخر أحداث صارت آخر أسبوعين ورح نحكي شوية عن إذا فينا نقول بامو الزوجان توقعاتك للعام ٢٠٢٤ خلنا نبلش بسنة ٢٠٢٣ من أحداث السنة تقاعد اللواء أبس إبراهيم وتعيين خلف لألو اللواء بيس البيساري حدث كبير بوقت كانوا لكلمة وعيد أنه يصير فيه تمديد لللواء إبراهيم مبارح زمينا رشاد الزغبة بعثت لي حلقة مثل اليوم السن الماضي كنت قايل فيها ٢٠٢٣ سنة سودوية يعني هيك طالع الأنوان فللأسف مش توقعات يعني هي قراءات لأنه فيه فرق بين القراءة أكيد أكيد بالطاقص منتوقع منجي منقول فيه سرعة رياح مدري شو وخبار منتوقع شتة أو شو لأن احنا منقرأ ومش دائما القراءة بتثبط لأنه الأحداث بتتغير وبس تغيرت الأحداث تغيرت النتيجة نعم للأسف برأيي نحنا أمام عقد سوداوي مش سنة سودوية يعني مش سنة عقد والعقد السودوي صار فيه قوي قلبي ويقول أنه حرب سبع أكتوبر على عكس ما الناس بتفكر ومش عن بهرب رح جاءوا مع سؤال اللواء إبراهيم سبع أكتوبر رح يمن بعده حتى لو وقفت النار وهلا بعد شوية منحكي أكتر رح يكون عنا عشر سنين على القليلة الناس عم تشتري سلاح أكتر وأكتر وأكتر لأنه واضح أنه المنطقة بلحظة فيها تنفجل وبالتالي نعم نحن ذاهبون إلى عودة للتسلح هذا العنوان تسلح صعيد دول والمنظمة والمنظمة نحن جزء من هذه الدولة ما حدا ما يصدق أنه بالإردن أو بمصر أو بلبنان أو بسوريا أنه أنت ما بتتأثر بالشيء اللي عم بصير في فلسطين أكيب لك تتأثر ونحن أكتر حضر نحن يتأثر أما موضوع اللواء عباس إبراهيم بأول أذار كان اللواء عباس إبراهيم على شفير التقاعد وبما أنه بودكاست وبما أنه هلأ وقت الميلاد البوح بالأسرار حلالة أخذ صديقنا تسمي لك يه تحت الهواء قبل ثلاثة شهور كنا بقاعدة عند اللواء عباس إبراهيم وقالت له أنت يفعل على البيت وما قلت لأنه كنت عم بصر لا قلت لأنه كان واضح كنت سامع من الحزب لا مش من الحزب كان واضح كان واضح جدا أنه بين الرئيس بري وبين الرئيس مئاتي مش رح يقدر يمرق اللواء إبراهيم وهيك صار وهي تقاعد بس كانت قاعد لو ما فيه قرار من حزب الله كمان لا شوف أو لو ما مش بإرادة رئيس بري شوف حزب الله طريقة عمله مختلفة عن الطريقة اللي بفكروا فيها الناس كيف بفكر وحكوم ماضح تعودوا اللبنانية على نموذج رستم غزالي الله يرحم وبيسقطوا صورة وطريقة رستم غزالي على طريقة حزب الله وإذا الحاكم الصحيح أنت وكثير من الصحفيين بيلتقوا بمسؤولين حزب الله وبتشوف أنه التعاطي هو التعاطي مختلف وفينا يعدد لك مي بمحطة نعم حزب الله بطرح بيقول حياة أو موت هذه المسألة اللي هي الصراع مع اسرائيل أما باللعبة الداخلية اللبنانية فكون أكيد أنه الشراكي بالقرار بينه بين حزب الله وبين حركة أمل أكتر بكتير من عقلك وعقل اللي اللي عم بيشاهدونا بيتصوروا هذا الشيء دي صار آخر شيء بتتمديد لك طبعا طبعا رح نوصل وحدة حزب الله بمطرح بيكون حاسم حياة أو موت بمطرح بيكون بيضغط بس أنه إذا ما زبطت خير إن شاء الله شيك ومطرح تير بيفلتها للعبة تكون ماشية مثل ما هي كان بيحب يبقى عباس إبراهيم بس منا قصة حياة أو موت بالآخر موظف بيت قاعد بيفلها البيت طب اللي وقع عباس إبراهيم انتهى دوره أي أو لا واللوق اللي بيسري جاي وقته أي أو لا الأسرار نوعين سر بيتخبر بعد وقت أصير مثل خبرناك إياه هلا وفي أسرار لا تحتفظ فيها لنفسك لبعد سنين بالرغم بالإنجيل في قاية حلوة كتير بتقول فما من سر لا يكشف ولا من مستور لا يعرف ما هيك لكن برأيي في قصص بكير ينحك عليها أنا عشت له هالقصة عشت به قطبي قطبي يعني ما كنت عم بتفرج عليها كنت عم عيشها قطبي قطبي الله بيقرر شو بدك نحنا بزمن الميلاد جد الله اللي بيقرر صديقك وصديقنا الياس البيسري طاب بغراد وفعل العلبات قبل 48 ساعة لجنة طبية رجع قاعد على كرسي هي مش لقلو لأنه هي الكرسي للشيعي يعني بالعادي الظابط المروني بالأمن العام أكتر شي فيه وصل له نائب مدير المدريين ما فيه يعمل مدير لأنه هي المركز للشيعة وصار عرف من وقت يمكن بعتقد لواء جميل السيد وزر وبالتالي الله كتب له يعقب مطرح اللواء إبراهيم الله كتب له يكون مدير عام أمن عام الله شو بيكتب بعدين أنا ما بعرف لكن هذا التفصيل هذا الحادث كان له علاقة بأمرين فيه أرار بالدولة العميقة بسحب عباس إبراهيم من المشهد ملأ الفراغ الطبيعة ملأ الفراغ الطبيعة بيكون له حظ الياس البيسري بالأيام اللي جاية رئيسيا أنا نحكي القطريين بطل سر يعني ما نحكي سر القطريين حكيوا باسمه مع كل القوى السياسية وسامير جعجع رفض وفهم رفض سامير جعجع كما لو أنه رفض ضمن من من جزء من الدول الخمس أو مجموعة الدول الخمس لكن بصراحة طول ما حزب الله مع اسلامان فرنجي وطول ما اسلامان فرنجي بالملعب كل الأسماء إذا كانوا الياس البيسري جوزاف عون جورج الخوري نصيف حتة سمي مما بدك نعمة فرام ناجيب استاني ناجيب استاني الشيخ فريد هيكل خازن كل هاي الأسماء ورح تبقى موجودة كأسماء لكن على أرض الواقع اللي بيصنع رئيس الجمهورية اتنين اللعبة المحلية وعنوانها الأساسية حزب الله واللعبة الدولية وعنوانها الأساسية وليات المتحدة الأمريكية اليوم عنا مرشحين مرشح اسمه سليمان فرنجي حزب الله معه ومرشح اسمه جوزاف عون الأمريكيين معه يا بتخلص بواحد وين واحد لوز يا بيجي واحد تالت هون بيصيروا كل هوا الأسماء اللي عددنا هون عندهم حاز بل أي مرونة عنده حاز لأنه بلحظة فيه يركب حكيت عن شخص اللي عدد محل شخص تاني اللواء البيصري قعد محل اللواء إبراهيم كمان حكم مصف لبنان بالإنابة وسيم مصوري قعد مكان حكم مصف لبنان رياض السلامة كمان هايدي شغل مركز وانتهى زمن رياض السلامة إذا فينا نسمي لا هي واحدة من أسباب قعدة الياس البيصري مطرح عباس إبراهيم إنه كان رح يقعب وسيم مطرح رياض وهات دولة ما بيكفي إنك كون مش طائفي أنا مش طائفي من نصر يعني بحياتي بسلوكي بتربيتي بتجربتي الحزبية السابقة ولا مرة يعني ولا مرة كنت طائفي بل ببطل أنا أصلا يعني أو بصير بغير مطرح ودائما بيقول له لو بدي يكون طائفي كنت ألا بالرقة عم بقادل يعني قول الرقة خلصت صار في إدلم لكن نظام بالبنان هو نظام طائفي ووقت اللي بدك تقرأ غصم لعنك بدك تجيب المكبر المذهب والطائفي وتقرأ هذه الأحداث ولهاك ظهر عباس إبراهيم قعد الياس البيصري ظهر رياض سلامي قعد وسيم منصوري وتمدد لجوزافعون وهلأ أكتر وأكتر رح نحكي شوف تجربة وسيم هي تجربة أريح للبلد من تجربة رياض سلامي بس لا أريح ولا ماشي الأمور وطارد وصارت سهل أول شي شو بيقول الشاعر فيك الخصام وأنت الخصم والحكم مشكلة رياض مشاكله الشخصية يعني صار القضاء اللبناني ملاحقه الأمركام والعقوبات والقضاء الفرنسي والسويسري ملاحقينه حتى أنت أو أنا استزداني نحن عنا وبسايت صغير ارتكاز نيوز وأنت بمحطة كبيرة الام تيفي إذا أنت عندك مشاكل كتير شخصية أو إذا أنا عندي مشاكل شخصية لا أنت فيك تبقى بالام تيفي بالموقع عم بتديره صح ولا أنا فيه دير هالموقع صح لأنه مشاكلك الشخصية بتضغى عليك ما تغير شي بالسلوك المالي والأبعد شوي منخبر الناس شو جاي أول السنة من تعميم اللي تغير هو الراس المرتاح يعني كان اليوم الصبح حلأ إذا نفس التعميم بيكتبوا رياض سلامة وبيطلعوا نص البلد رح يهاجموا وثلاثة رباع الأعلام هو ذاته التعميم بيطلعوا وسيم بيكرج مثل الماء ينزول مش هيك لا لأنه رياض صار عنده مشكلة شخصية مش فيه غطر كمان لواسيم منصوري غطر السياسي لا حد هول حد هول نعمل شي الناس ما بيعرفو الأجهزة الأمنية والقضاء كان أكتر سرامة مع المضاربين على الليرة ونبعث ورا كل اللي عم يضاربوا على الليرة ونقال لهم ضده هالشي ما كان يصير إيام رياض رياض ووسيم اتنين انه بيقروا بنفس الكتاب بيكتبوا بذات الألم فرق فرقين أول فرق انه رياض عنده مشاكل شخصية وأنونية مخليته مش قادر انه يكون مرتاح والسبب التاني انه القضاء والأمن كان مع وسيم عم بيشتغل أكتر بما كان عم بيشتغل مع رياض وضبط حركة المضاربين واللي فهمته أنا انه مبارح كان فيه اجتماع للمجلس المركزي وتقريبا حسموا انه رح يوقفوا التعميم 151 151 اللي هو شقفة بيقبضها المودة على 15 ألف لبناني فهمنين الناس غلط يعني مثل ما هايك شوية عم بقرة انه بدون يقبضوا على 89 أو 90 ألف وبالتالي رح تقبر الكتلة اللبنانية لا مش هيك رح يصير اللي رح يصير انت بتاخد على 15 ألف 24 مليون ليرة وبيحسبو لك الدولار 15 ألف رح تصير تاخد 24 مليون ليرة هني زيتهم بس بدل ما يقسمو لك اني على 15 ألف من وديعتك يقسمون على 89 أو على 90 يعني رح يبقى المبلغ اللبناني مثل ما هو لكن حجمه أو مقابيل دولارات أقل واضح 24 مثل 23 مثل 22 عنوان المالي والنقدي والاقتصادي الترقيع الترقيع يعني كيف إلى أن يأتي الحل الكبير لن يأتي حل كبير على قليلة بالعشر سنين اللي جاء شوف لو انتخبنا رئيس حلو تنتخب رئيس جمهورية بتعمل حكومة بتعمل صدمة إيجابية لكن الحل الكبير أنا ماني شايفه جاية وخاصة بعد نتائج الغاز الغير مباشرة اليوم رئيس الجمهورية بكنا عم نبناء نال اليوم مين مين مرشح لرئيس الجمهورية يعني أنت شو جاي بكارلوس غصو وجاي يعمل مجلس إدارة ليحول القصة لشركة ناشعة لا أنت بتعقيدات طائفية لبنانية مين ما جبت رئيس الجمهورية سميه بقلبك قاعد على الطاولة إذا حكومة عربعة وعشرين في خمسة شيعة بسموهم حزب الله وحركة أمن وفي اثنين دروز اليوم بسميهم وليس الجمهورية لأنه رفقاتنا بالحزب الديمقراطي ما أخذوا نواب والمسيحية إذا بقي سمير جعجع برات الحكومة بيخذوا نجبران بسيل ومنرجع من أول وجديد وإذا فات سمير جعجع على الحكومة بتصير طاولة عليها حزب الله على هالمال وسمير جعجع على هالمال وبيختلفوا كل نهار وصبحوا ظهروا عشية إذا تشكلت حكومة إذا تشكلت إثنين طيب ما بعد أقل من سنة جاي عندك راس جديد بالبيت الأبيض ويمكن هيدا الراس الجديد يرجع ترامب أفندي أو الجمهوريين ويقرر أنه كل شيء عمله بايدن يمحيه ونبلش من أول وجديد لأنه اليوم رستم غزالة دولة الخفية أموس أوكستين يلي قاعد وبيلحق كل التفاصيل اللبنية حرب وقتال وإسرائيل وتمديد وكل التفاصيل بنحكي عن التمديد بعد شوي باختصار ما بحب يأس اللبنانيين لكن جهزوا حالكم نفسيا هيدا البلاد ما راح ترتاح لسبب كتير بسيط إلو علاقة بالجغرافيا أنت قاع ببقعة جغرافية وراق البحر وعيمينك فلسطين المحتلة وإسرائيل وهيدا الصراع ومقابيلك سوريا يلي عم تتعرض لحرب مجاعة اليوم يعني أنا عشت الحرب السورية 2011-12-13 كلها هذه أسوأ فترة بتكون فيها الوضع بسوريا أنا رجعت من سوريا من أسبوع الناس تعبنين مزبوط ارتاحوا بالاستراتيجيا مزبوط حرروا 70 فيه لقمة وبالتالي أنت عايش ببقعة في بلد عم يشهد حصار ونوع من المجاعة وحركة تزوح فيه وراك البحر وحروب البحر وما أدراك ما البحر وعايا يمينك إسرائيل وفلسطين وهيضا الصراع لما رح يخلص وبالتالي نعم إلى كل اللبنانيين وأهم من يعتقد وأهم من يعتقد أن هذه البلاد صالحة للحياة كما نرغب شعن بتعمل هولكين وانا وشعن بعمل هولكين لا لا خيب ما عنا خيار تاني لك أنا بسافر أنا يمكن هالفترة كتير سافر وعملت شغل برة والحمد الله فيه فراش دولار بس إنو خي بحوص يعني أزا صاروا عشرة أيام جلدي بيرعاني أنا الكزدورة يعني هوا في فراش سياسي تال بش موجودة بقى بش حياتي أنا الكزدورة على عين لم رايسي تقرب تبوس إيد بايك وإمك تزور قبر جدك وستك خي طع حد جمعتك ومدرستك مطرح مدرسة طوالي شغلات يمكن ما بيعنوا الغربة لكن بيعنونا نحنا تسألني إلي بيقول لك أنا مع أنك تجيب فراش دولار من الغرب وتعيش بالشرق وتصرفهم بالشرق لهيك اليوم شو سر لبنان المختربين والمختربين بجسرين جسر هو وهونيك بيحول لك عبر الأومتين وجسر تاني اللي قاعد هون وبيجي وبيصرفهم عند أهله إلا نحن شو عنا سياح بصير لك دخل مليون سائر حل لبنان بلا هبل مختربين بلا هبل فيهم ميت جاسوس هولي أجانب جواسيس بيجو والبقين كلهم مختربين وأهليهم وولادهم بس صار معهم باسبورات تانية وما قالوا جلدي ممكن يعملوا باسبور لبناني بيختموا على الباسبور الأجنبي إيه مزبوط أنا خي عملت شغل بره هالسنتين الله بيرزقك بالمال لكن ما فيك تعيش بصراحة من أحداث السنة كمان حدثة الكحالي انطويت حدثة الكحالي انتهت لك حدثة الكحالي كانت تاست للحرب الأهلية ورح خلينا نقول شهدان وما حدثة تحيث ولا موقوف واختبار جدي للعلاقة بين الجيش والحزب والجيش والناس وبتذكر الطيونة وكان القلق انه تكون الكحالي طيونة برو ماكس الحمد لله ما صار هيك وقدروا بصراحة بين جهد مدرية المخابرات وبين جهد الجيش كأياد الجيش وبين الحزب يقطعوها على خير ويمكن على حكي ما يعجب كتار لكن مشيئة الله اللي خلت يكون فيه دمين من الطرفين انه يمكن تبرد القصة اكتر لو من ما الوحدي كان يمكن كنا بعدنا بغير مطرة يعني لو اللي استشهدوا شباب حزب الله ثلاثة أربعة خمسة وتاني ما اللي ما في شي كيف بتهدين بتكون صعبة والعكس صحيح والعكس صحيح وبالتالي نعم الله ساعد الاجهزة الامنية تحديدا مدرية المخابرات حزب الله لملمت الموضوع وقطع الموضوع وبالبنان وبالبنان بس تسمع انه احيل الملف الى القضاء خلص حط اجريك مماي بيرن حط اجريك مماي بيرن عرفت شو لانه معنى ده خلص انت شو القضاء بالبنان القضاء بالبنان هو فريزر مئة درجة تحت الصفر مش انه عشرين وخمسين ويعطيك العاف عرفت فانا وقت اللي أخلي حواينا سلي متل الحزب او بعده مع الجيش تقديري انه صاروا صاروا الاسلاح مع الحزب على السكت تقدير او معلومات لا تقدير بصراحة يعني ما حشرت حالي بس اسأل بس بالعادة هيك العلاقة بيخدها الجيش بيحطه وقت عنده وبيعطيه انهية اصلا يعني الجيش ما فيه استعمله اعتقد هيك مش من هلأ من ايام من ايام ما كان الوزير المر وزير الدفاع صار حادسة تشبه هالحادسة تصادر شاحنة سلاح ورجع تسلى متل الحزب يعني هيك 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 طب كمان من احداث السنة التمديد لقاء الجيش ورؤساء الاجهزة الامنية كان فيه تمديد شوية طار التمديد صار فيه تعيين واعلنته بعد يومين قلت العميد الاهواجة بيقى الجيش طار العميد الاهواجة رجع رجع تمديد وده الاخر يوم يومين عم يلعب فيه تمديد وما فيه تمديد وصار فيه سيناريو اتفاق بطير جرفعون بيتعين بمدد له بالحكومة بعدين بيطير بالطعن لا صار هيك مش هيك هلأ صار فينا انا احكيها باريحية كيفينوا متفقين يمددوا وراحين عالجلسة وبتتذكر قال لقوا بعجقة سير مدرشو بهالوقت ضغط جبران باسيل على حزب الله لحتى ما يسير التمديد رجع الوزر على الطريق رجع وزير الدفاع بمعلوماته بمساعي من دولة الرئيس الياسبو صعب التقى بدولة الرئيس نبيه بره والتقى بالرئيس نجيب مئاتي والتزم وزير الدفاع انه بيحضر جلسة تعيين وبيكون معه ثلاث أسماء وعم سميلك شاهد حي يرزق بها ثلاث أسماء لوحدك بس تقرأهم بتقدر انه العميد طوني قهواجي الأوفر حظا لانه زلمي عما سافي من كل شاك وقت طلعت على الام تي في واعلنته لأ قلت رجحت قلت له أول شي لكل ساعة ملايكة باللبنان اليوم الساعة ساعة تعيين العميد طوني قهواجي هيدا الحكي اللي قلنا ما كان تبصير لا كان في وزير دفاع رايح عند رئيس مجلس النواب مبلغوا انه حاضر يحضر الجلسة ويحط ثلاث أسماء وقتها نحشيت دولت رئيس ليس مصعب خبرتك وأكد له على المعلومة نعم وبالتالي نعم وقت اللي حكينا عن تعيين وسمينا كان فيه اتفاق عم سميها للأصلاب كل تفاصيلها اللي صار دخلوا الدول الخمسة وبلغوا أطراف لبنانية ما في مساعدات للجيش إذا لم يتم التمديد للعماد جوزاف كيف رضخ حزب الله حزب الله عنده حساسية عالية بالتعاطي مع الجيش وحاطت عنوان لثلوث ذهبة جيش شعب مقاومة ما فيك تحط الجيش عراس الثلوث وتختلف مع راسه شو جيش جيش جسم وعرأسه قاومة قاومة وقاومة وبالتالي لو حزب الله بده يضغط أو بده يحارب موضوع التمديد يحكي مع خينا فيصل كرام هلأ مزبوط فيصل أفندي عنده شخصيته تركيبته وزعامته التاريخية لكن أذا بمطرح أكيد وكان فيه يحكي مع الأحباش كان فيه يحكي مع أخينا جهاد الصمد كان فيه يحكي 11 11 نائب متماني أزار غير حركة أمل إذن بردك لأول حديث بلشنا فيه بالبودكاست قلنا حزب الله بي تعاطى مرة بحزم مرة لا إنه إذا صارت صارت وإذا ما صارت أوكي ما صارت إذا قبل بالتمديد شو بيمنع بعدين يقبل بالانتخاب هلأ واحدة وردته وبالتالي التمديد صار أولا في ضغط دول كبير تعيين متعثر رئيس الحكومة غير رأيه الرئيس بري ما بيترك الجيش بدون راس وبالتالي صار واضح إنه حزب الله أمام إما يعرق للتمديد في مجلس النواب لكن لن يحصل تعيين بالحكومة وإذا وزير الدفاع كلف أحد الزباط لا بره رح يتعاطوا معه ولا جوه رح يتعاطوا معه ويكون الجيش فات على نادي الفراغ حزب الله بين زعل جبران بسيل وبين إنه الجيش والبلد يروحوا على الفراغ جرّب يوقفون نص يرضي جبران إنه يظهر من الجلسة لكن بمطرح ما يضغط على أصدقائه إنه يمددوا ما رضي جبران بني شو جبران عارف إنه شو صار حزب كان مددو سلمان فرنجيرا الجمهورية رضى شي جبران لا طب ما ما كمان وكسرت الجرّة بين جبران بسيل وحزب الله لا ما عنده خيار جبران بسيل بصراحة إنه إذا بيكسر الجرّة بيكون مجنون لأنه اليوم وضعه مسيحيا لورا والحزب يعني عرف مقامه فتدل وضعه مسيحيا لورا وضعه درزيا بعد شوية منكشف لك سر عن اتصال هو وليد جمالات طيب وضعه مع الرئيس برّ مش الزابط بيقيلوا حزب الله فيه يكسر الجرّة أكيد بس بيعيش لوحده وبعتق الدورة للانتخابات الجاي بيجيب سبع نواب إيه أكيد بلع الحزب وفأنا مرأت على ثلاث أربع جماعات هالخمسة سنين ندوات من الجامعة الأمريكية للأنديو لبيروت جامعة لبنانية للفرق التاني خيجو جديد بالولاد الولاد بالعمر جو قوت هيدا اعتراف منك الحقيقة أنا شو اتنين جيب نتائج الانتخابات الفئة الأصغر بالعمر تخبت قوت تخبت قوت طيب الدورة الجاي بعلم الأحصان موجة القوت رح تكون أعلى وإذا هو ما بديو يتحالف مع حزب الله كيف كيف يركب ما هو القانون مركب يقصو لك ياها القوت ويوزعوها أنا بحكي اللي أنا مقتنع فيه أنا بحب التيار يكون قوي لكن أنا مش قادر يخليه يكون قوي مش قادر هيدا حزب الله اللي قادر يخليه يكون قوي هو هيدا الشارع وهيدا التنظيم هي اللعبة إلى شارع وتنظيم مش بس هايك اتنين أنت فنان فيه يعمل شعبية بغنية بس سياسي ما فيه يعمل شعبية بخطاب الشعبية بتنبنى بتنبنى وبتنرقم مؤسسات قصة مع قدية مش بس ماركتنج الناس بيفكروا أنه والله الإعلام بيهاجم عفلان بقبلها مش مزبوط في الإعلام اليوم كل النهار بيهاجم حزب الله كون أكيد حزب الله أكبر حزب بلبنان من هلأ لمية سنة لمية تبه مش لعشرة سنة لمية سنة رح يبقى حزب الله بالانتخابات ينال أعلى أصوات تفضلية وفرق بينه وبين التاني مية آلف مية وخمسين آلف مش مهم الأعلام الأعلام بيساعد بس الأعلام ما بيصنع أيام بيعطي نتيجة عن سي بالقلب أزبوط طيب كمان من أحداث السنة سبعة أكتوبر وكل تدعيتها إن كان بغزة بس نحنا أكتر رحكي عن جنوب لبنان وضلنا هنا من وقتها اليوم في حرب أو ما في حرب عم نحكي حرب شاملة باللبنان بعدو عزي السؤال قائم أو أكيد ما في حرب لك بين كل عشر اتصالات اليوم في ستة يسألك أذا في حرب أنا تقديري ما في حرب بس في معركة في ألف سبعمية وواحد في منطقة عزلة لا لا واحدة واحدة أول شيء عم نسأل في حرب أو ما في حرب تقديري ما في حرب بس في معركة وعلى أغلب بتكون أعلى وترتب الأيام اللي جاي من شيء اللي مرأ لأنه دايما قبل كل هدنة في عندك موجة آسية كل واحد يفرط شروط وهم بتذكر أنسي الحاج ببيت شعر كتير بيقول ويموت من مات ويموت من مات ويعيش من ثيموت في الجولة المقبلة من الحرب ويموت من مات ويعيش من ثيموت في الجولة المقبلة من الحرب بفلسطين الحرب ما رح تخلص هدنة حرب هدنة أطول من بعد حرب من بعد هدنة أطول من بعد حرب بعد سبعة أكتوبر رجعت القضية الفلسطينية ضوة مش بالسياسة بس كمان بالقتال حد مننا اليوم ليش حزب الله فتح الجبهة كتار بيحطوا هاي دي فتح الجبهة أنه بس مساندة مساندة لغزة لا مش صحيح وهوني عم كون عم بيحكي أنا رأيي وقراءتي وتحليلي وفهمي سبعة أكتوبر اليوم بارح حماس بيغتتهم للإسرائيلية وفاتت عليهم إذا اليوم عطيت حماس زيت الأسلحة وزيت العدد وضربتهم من مية في نفس سبعة أكتوبر ليش خالص عنصر المباغتي راح أيوة عنصر المباغتي راح حزب الله عم بيخسر الإسرائيل اليوم عنصر المباغتي يعني حزب الله بالشد العسكري اللي عاملوا على الحدود لا الإسرائيلي قادر يفوت عليه ولا هو قادر يفوت على الإسرائيل وبحب إلفت نظر حضرتك والمشاهدين هيدا أول نمط لحرب كلاسيكية يخوضها حزب الله يعني بالعادي حزب الله بيعمل حرب بيسموها حرب العصبات مش بمعنى الإعصاب والسرقة بمعنى طريقة الشوارع التشكيل اليوم حزب الله قاعد على الجبهة موقع بموقع صاروخ عم بتعمل مثل جيش نظامي جيش نظامي وبالتالي سيد عكامية عم بيكبدو خسير أكبر صح أنا هيدا اللي بدي أوصل صار مربر وبالتالي حجم الشهداء أعلى لأنه كل واحد بيرمي صاروخ هو استشادي لأنه عم بيقرب على مسافة قريبة بيرمي صاروخ طيارة البرون فوق منه عنده احتمال 90% بدو يستشن وبالتالي نحن نخوض حرب كلاسيكية نظامية تشبه كل الحروب اللي بتخوضها الجيوش مع بعض البعض لهيك الفاتورة أعلى وكون أكيد زل حزب الله بيروع حرب العصبات تنزل الفاتورة بس بيعلى شو فاتورة المدنيين عندك فاتورتين فاتورة المدنيين وفاتورة العسكر شو صاير بفلسطين اليوم الإسرائيلي بيخسر بالعسكر فلسطيني بيخسر بالمدنيين نحن قلبنا للقصة حزب الله عم يقول يا خي يستشدوا عناصر وخليني حيد المدنيين أنا بارح كنت بصور بصور الحياة عادية مثل جبال بصور بصور المدينة اللي هي أنتوا عم تسمعوا للصواريق وعم بتشوفهم طيب ما هايدي إلى تمن مين اللي عم بيدفع التمن عم بيدفع التمن حزب الله وقاصد حزب الله ما يوتر الجبهة الدخلية وبتتذكر أول شهر من الحرب هون كنا ببرنامج كتار صار يقولوا أنت مجنون لش هالقد عم بتبرد الأمور كنت عم برد لأنه كنت بعرف ما كنت عم بصر إنه حزب الله بده الأمور تبرد هيدا بشق بالشق الثاني اللي علاقة بالمنطقة العازلة شو بتقول حبيبة قلبك جوليا بطرس لبق أحلامك ولبق أوهامك هيدا وهم بل أنا بإلا كلا بالمعلومات سفيرة الأمريكية زارت قائد الجيش وبلغته إنه الحديث عن منطقة عازلة نحنا مش مشين فيه منه مشروعنا بنحكي على هو سفيرة الأمريكية زارت قائد الجيش بالإيام اللي مرأت بلغته الحديث عن منطقة عازلة منه صحيح حزب الله تلقى رسائل غير مباشرة عبر أكتر من وسيط بيقول فيها إسرائيل بده منطقة عازلة مجتمع الدولي مش عم يطالب منطقة عازلة هالمواجهة كيف تخلص كيف يرجعوا الاسرائيليين إلى المستوطنات أنا قائد بدولة الرئيس نبيه بري يوم اللي كان عنده برنار إيميا قائد في بعض الدور عاشية سألته قالت له عم بقرب الإعلام إنه إجا وبلغوا 1700 وواحد وكذا قال لي إذا أنت حكيت بهالموضوع هو حكي كلها من قرب الجنائي منه مظبوط قال لي إجا مظبوط نقل رسالة إنه الإسرائيليين رغبين بالحرب وعم بيقلنا انتبهوا من هذه الحرب 1700 وواحد صح طب 1700 وواحد فيه انسحاب الأراضي اللبنانية بلش طبق الإسرائيليين مظبوط في حكي عن تطبيق 1700 وواحد شو يحكي أنه بينسحبوا مزارع شبعة بالمقابل بكون في منطقة عازلة هلأ الإسرائيلي ما بيحمله يعطي أرض محتلة الناس عم يوقعوا بفخ الأعلام الإسرائيلي فيه أعلام إسرائيلي عم بيهول على اللبنانيين إنه من الرد حزب الله عشرة كيلومتر هي بالقلب هي هو عم يرد عشرة كيلومتر ليس صحيح الحكي عن منطقة عازلة وبيعرفوا هني إنه حزب الله مش بيوارد إنه يقبلوا مش رح يقبلوا أصلا مش ما تروح عالطاولة لأنه هيدا الموضوع غير قابل للصرف الإسرائيلي شو بده بده منطقة عازلة وبده جيب الجيش لأماركيين والفرنسيويين شو هيدا وهم ما هو اللي بيتأتلوا بجنوب بدون رضا أهل جنوب يونيفين ليش عايشين مرتاحين ليش بتروحوا مهرجانات صور بتلاقيونا عقادينا بالحفلة عم بيزقفوا وعم بيرقسوا لأنه نعايشين ببيئة متقبلتهم ومبسوطة فيهم نعم اللي جاي بجنوب بس تخلص الحرب مثل اللي كان قبل الحرب بغير هيك ما فيه رح تسمعوا كتير حكي وكتبنا تويت إنه الكلب اللي بيعوي ما بيعض إخي إذا إسرائيلي بتعمل الحرب بتقول لك بديعمل الحرب لا ولا مرة قالت لا هدفهم التنجن وأنا بتذكر دايما بأعياد الميلاد وراس السنة حتى قبل سبع أكتور صح صح بيجي بيجي بدان أكسف المطار فيه صواريخ مدري وين بيقصد الإسرائيلي يوتر الأجواء بشهر 12 يخي يراجعوا كل الأرشيف أو عبيع بويب الصيف نحنا مش شغلتنا نوقع بالفغ بالاختصار حزب الله فيتح الجبهة بجنوب ليخسر الإسرائيلي عنصر المباغة ولا يمنع الحرب مش لتوقع الحرب حزب الله يسعى ويريد أن لا تكون حرب بل معركة وأقل حزب الله نعم يريد أن يثبت معادلة عسكر بعسكر وتحليد المدنيين وقت الإسرائيلي بيدرب مدنيين بيرده وبيكصف مدنيين مش لأنه بديكصف مدنيين لأنه عم بيقل له أنه هيدا الأحزاب بهذا الوقت نعم فيه اتصالات غير مباشرة بين الأمريكيين وحزب الله عبر أكتر من وصي الأمريكيين عم بيقولوا عبر قنوات لبنانية أو كلها قنوات عربية لا لبنانية وعربية لبنانية مثل مين يعني لبنانية عربية مثل مين لبنانية مثل مين مثل صديقة كلياس بوصاحب ومثل الرئيس نبيه بري اللي بيلتقي عالنا يعني منه سر يعني هو اللي بيعتقد اليوم أكبر القناتان فيه الأجهزة الأمنية اللبنانية اللي بتلتقي كمان بالأجهزة العسكرية لأنه بأمريكا بس لنعرف فيه الخارجية وفيه العسكر وفيه المخابرات ثلاثتهم بيحكوا مع حزب الله عبر وسطة وثلاثتهم عم بيقولوا نحن لا نريد هذه الحرب ووقت اللي استشهدت الجدة وحفيداتها ثلاثة الله يرحمون تفعلت كل الاتصالات لأنه شعروا أنه نحن راحين على حرب نعم باختصار الجو جو معركة أقسى من اللي عم بيصير يمكن لكن مش حرب ونعم نقطة أساسية ومركزية كل وقف إطلاق نار لغزة أوتوماتيك في وقف إطلاق للنار بجنوب هذا ما بيعني أنه والله نقول مية بالمية لا لا ما فيش مية بالمية ما فيش اسمه مية بالمية بكرة نتنياهو إذا بعطوا وراء قالوا عندك جلسة وحس حاله بده يتوقف يمكن يطبق وزير الدفاع يروحوا على حرب مع لبنان يعني بش بتصير تقول أكيد قال هيك لا مش أنا قلت هيك فيه جو بإسرائيل بدنا نشوف شو بده نحن ما بدنا الحرب وعم نسعى ما تصير حرب وهدف جبهة الجنوب هي أنها تمنع الحرب لكن بدنا نشوفها الإسرائيلي شو بده كمان أوك 2013 بلى رئيس كمان 2024 بلى رئيس بـ 15 أيار 2022 محسوبك تجري يقول على الهوى قدام كل اللبنانية عند إغلاق سندوق الإقتراع هذا المجلس لا يشرع لا ينتخب رئيس الجمهورية وبوقت طلعوا فيي الزملاء قلت النتائج الانتخابات والكتل المتشهبة متقاربة تمنع انتخاب رئيس وتذكرت إسرائيل لأنه عادوا الانتخابات خمس مرات لأنه كنت تطلع نتائجهم مثل عنا بس إني دستورهم بيسمح لن يعيدوا الانتخابات نحن دستورنا ما بيسمح لن يعيدوا الانتخابات اليوم بتقلي على الورقة والألم قللك على الورقة والألم ما في رئيس بس بكرة إذا صار في حل بغزية وبفلسطين يمكن تجي موجة وهي الموجة توصل لعنا وبالتالي اللي صار بالتمديد مش لشخص جوزاف عون اللي صار بالتمديد من الخارج وأب بباب من حزب الله مددت يمكن نشوف سيناريو الخارج مع أب بباب من حزب الله يكون عنا رئيس الرئيس بري التقات في من أسبوع كان واضح قال لي أولوية الأولويات بالنسبة إلي بعد حرب غزة هي موضوع الرئاسي بل أكتر من هيك قال وبعتذر أني عم أقول شو قال لي قال هو بس لأنه رجعت سمعت نقلا عنه هذا الجو من غير حدا قال إذا فينا نخطف رئاسة الجمهورية كمان ولو بالحرب بيسوأ أنه نخطفها اللي فهمته قال لك أنه بيمشي بجزة فعون لا ما بيمشي أو ما قال لك لا 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 ما قال لي وحكيته وما سألته بس اللي فهمته أنا كمان من حدا أنه في نقاش اليوم عند القوات اللبنانية نقاش مش عمول قرار أنه معقول يروحوا على طاولة حوار الشي اللي رفضوا المرة الماضية وأكبر غلطة عملوها لمعارضة إذا بنسميوا لمعارضة أنه ما راحوا على الطاولة ولو راحوا على الطاولة كانوا أخذوا من الرئيس بري أكتر مما هني عقلهم بيتخيل أقولوا للرئيس بري تخلى عن إسلاماني فرنجية وطعها على الطاولة أخي ما حدا هم بيكب سلاحي وبروح على المفاوضان أنت بالقاعدة بتفاوض وبروتك معك صح في حكي حكي ها بعده همس من بعيد لبعيد وبتمنى ما تخطو عنوان أنه القوات راجعة لا في همس أفكار نقاش أنه يمكن القوات يردوا إجر للرئيس بري بقصة التمديد وأنه يروحوا على الحوار إذا رحنا على حوار بتقرب رئيسة الجمهورية صحان أوان تراجع حزب الله ورئيس بري عن سلامان فرنجية وهذا اللقاء بين سلامان فرنجية وجزيف عون رح يسرع كمان أمور أو هيدا بس نكيب جبران بسيل وخلص اللقاء له عدة أسباب أول سبب خارجي لأنه الصفرة برموا على كل الناس وأنا بخبرك عن نواب السنة المحسوبين على حزب الله أو جزء منهم لشين ما حدا يزعل السفير القطر يزارهم السفير المصري يزارهم السفير السعودي تواصل معهم وطلبوا منهم التمديد لقائد الجيش وبالتالي أكيد لازم يكونوا أكيد المنطق بيقول أنه تكونوا تواصلوا كمان مع اسلامان فرنجية يعني وقت اللي بيتواصلوا هول السفرة مع سنة 8 أزار برأيك ما تواصلوا مع اسلامان بالمنطق ما سألت أنا بس بالمنطق صلى عم يقول اسلامان فرنجية لبرة أنه أنا زلمة كمان بعمل تسويات كمان بعمل تسويات الأمر الثاني ليس حبا بجوزاف نكاية بجبران ومفهم أنه إذا أنت يا جبران ما بتمشي فيه طب خلايا أنا بديضني سيرك الأمر الثالث فيه شخص هكي عمل وساطة بين الاثنين وعلى الطريقة اللبنانية دائما فيه صاحب مشترك بين اللبنانيين كمان لعب دور وهي القصة كتير مهمة لأنه سليمان الفرنجية بالشخصة فيك تنخب منه البدكية وبالشخصة فيه عاديك حتى لو كشو ما كان يكون إذن ثلاث عوامل عامل برة والسفرة عامل انكيب جبران وعامل أحد الوسطاء يلي شغال كان على ترطيب وتثبيت العلاقة وأكيد سليمان بمطرح إذا هو مش رئيس بيمشي بجوزاف عون لأنه البديل على جوزاف عون رئيس من حصة جبران سوف رح بسط هيدا الوحيد اللي عنده حزوز يوصل مش من حصة جبران رح بسط لك في لبنان رئيس الجمهورية صورة معلقة على الحاد وأنا على القليل شتملش ثلاثة رؤسة جمهوريات وراي على المحكم ومخصرهم من نويمي الحكومة الحكومة كيف تتوزع رئيس الجمهورية بيقعد على الطاول بيخب وزيران من 24 من 12 مسئل بقية عشرة بقية عشرة سمير جعجع برة بدي يخضون جبران أكيب بدي يخضون إذا مش للعشرة سبعة وبالقلب إذا إجا رئيس بيص صحبي مع جبران بدي يخضون جعجع جعجع وبالتالي نحن ذاهبون إلى التهلكي ذاهبون إلى التهلكي إذا إجا رئيس بيركبوا معه القواب بالحكومة بدي عديد بكة هو بحزب الله ومش رح يمشي الحال وعلى أغلب ما تتشكل حكومة وإذا إجا رئيس قريب لحزب الله ومحسوب على حزب الله وما رح يفوت جعجع بدي يخض جبران سبعة أثمان وزراء وبنا نرجع للحفلة من أول بجديد نعم نحن نحتاج إلى اتفاق دولي كبير بيشبه الطائف بيشبه الدوحة يجو الناس يعدوا على الطاولة بشكل جديد بتوزيح جديد وإلا ما رح كون عنا رئيس بدي استعرض لك بعض الأسماء سريعا بس هيك نعلق على سنتهم سنة حلوة أو مرة كنت عليهم جبران باسيل سريعا بلخي جبران باسيل نحنا منشوفها مرة هو بالنسبة له حلوة يعني نحنا منشوفه خسر وقت كمراقبين نحنا بالتمديد بالتمديد هو بالنسبة له ربح كيف ربح؟ لأنه ثبت للعونية أنه جوزاف عن قوات سريعا يلا جبران باسيل أنت وأنا كصحفيين مراقبين منقول خسر بالتمديد هو بعقله جوه ربح لأنه ثبت للجمهور العوني أنه جوزاف عن قوات مش عوني غيره سامير جعجع سامير جعجع عم بيكبر وديعته باللولار بس مش عم يصرفه أن هاللولار لدولارات كتلي أكبر جمهور أكبر جيل جديد أكبر بس تجي لحكومة أنا ما ففوت ما تفوت أوكي حبيب قلبه للباقيين إنك ما تفوت سو عم بيكبر الحساب باللولار لكن مش عم بيقرشوا فرش وليد جنبلاط وليد جنبلاط عم تغزغر مع عاركو لأنه حجم اللعبة بالمنطقة عم تكبر هلأ معركته اليوم وتأثيره عم بتراث هلأ معركته اليوم عرئيس الأركان واللي فهمته من أحد لقراب من الوزير جبران باسيل أنه صار فيه الأسبوع الماضي اتصال عاصف بين جنبلاط وجبران كان الاتصال شديد اللهجة وكان جنبلاط بالرغم من أكثر من اللقاء حصل بينه وبين جبران كان عم بيقرر بيكسر الجرة بيناتهم لأنه معتبر وزير الدفاع عبر جبران باسيل عم بيعطله منصب رئيس الأركان اللي هو يكاد يكون المنصب الدرزي الوحيد في التركيبة العسكرية والأمنية راح حتى بالدير مع السامين فرنجي ووليد جملاط اتصل بحزب الله من بعض ما اتصل بجبران باسيل وطلب انه حزب الله يمشي موضوع رئيس الأركان واللي فهمته انا انه بعد راس السنة راح حصير في جلسة ومفترض يمشي تعيين رئيس الأركان لكن السؤال بيمشي عبر اقتراح وزير الدفاع بيكون غير قابل للطعن او بيمشي عبر الحكومة من دوم وزير الدفاع ومنروح ساعتها أمام طعن في اتصال عتب بين جملاط وباسيل حصل كان شديد اللهجة في اتصال بين جملاط وحزب الله حصل من بعدها واللي فهمته تايمور راح يشوف سلامان فرنجي وفيصل كرامي وعدد من السياسيين ومفترض بعد راس السنة ينحط ملف رئيس الأركان عالطاولة اذا قدرت الحكومة عينت رئيس الأركان راح تفتح شهيتها بكرة بمدة عام التمييز وبالجمارك وبكتير من المراكز فالقصة مش بس قصة رئيس الأركان قصة باس تالحكومة تمشي بالتعيينات نبيه بري نبيه بري الملك دائما بتحبه بتكرهه بيعجبك ما بيعجبك في اللعبة السياسية اللبنانية المحلية لا يزال مايسترو وبيّن بالتمديد عملك أكتر من مكسب جيب القوات في نايبي حرام مزروك بديفوت على طولات ما خليه يفوت كان يعملها تحته والله جاد بيعطيك أسفو تحت الهواء اللي على الهواء لا كان مزروك فكروا عم يهرب من الجلسة عيط عليه رجعوا قالوا نقفلوا بواب وجيب القوات على الجلسة خلاهوا يشارعوا وبيعوا إياها لقائد الجيش وردلوا إياها لشبران بيسي بيع للداخل والخارج صح صح لا أنا بيه بري لا يزال يمتلك مفاتيح التركيب المحلية بس تترك اللعبي للداخل نبيه بري هو المايسترو حزب الله سنته لهيك ققتل اللي قاله سمحت السيد حسن عنده خطاب بتذكر بوقتها أنا كنت بفرنسا يعني شفتها مش إنه أحد نقلي إياها كل البرامج على الهواء يعني كل المحطات عم بفرنسا هم إياه دين عم بيسمعوا وشو حكي وشو قال حزب الله تحول من قوة محلية لقوة إقليمية اليوم إلى لاعب دولي وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا كل هالدول اللي بتسمع فيها بتدق باب حزب الله كل يوم يبمره وهو بفكر لمين بيفتح ولمين بيسكر نعم حزب الله تحول من مجموعة فتيان في جنوب لبنان بثمانينات بثمانينات بثلاثينات بثمانينات لالفين واربع وعشرين يكون قوة على مساحة العالم وهناك صورة جديدة صنعه حزب الله أنه يقاتل كجيش كلاسيكي وأنه يتحكم بأعصابه إلى أقصى حد بتستشهد مرة وأحفادها وبناتها ثلاثة لو كان هالو السلاحات مش مع حزب الله كان بلش شت شمال ويمين ورحنا على حرب واستشهد ابن رئيس كتلي استشهد سيراج الله يرحمه من حجم حمد رعد أنا أول مرة بشوفه أدعم يضحك طلعت عزيته سامته لهان ورجع التقى بوزير خارجية فرنسا السابق المبعوث الرئاسي وتعاطى بكل أريحية نعم حزب الله في مرحلة النضوج وتحول اليوم إلى قوة دولية بكل معنى الكلم سنة 2023 كمان كانت بلا سعد الحريري وعم يذكر اسمه أبدا بالحياة سيسي خلص مين صفحة الحريري سيسي بالحلقة قلنا أنه هيدا البلد دائما يجب النظر إليه بمنظار الطواقف ودائما بشبهها للقصة ببوسطة كان الماروني عم بيسوق والسنة قاعد حده سمعناه نبشار الخوري ورياض الصلح وقابله كان الماروني عم بيسوق والدرزي قاعد حده ويتصرفيه ويتبادله من قاوية الدرزي سوق والماروني قاعد حده إشت الماروني سوق والسنة قاعد حده إجا السوري سوق ورفيق الحريري قاعد حده ظهر السوري ساعد الحريري والحريري واربع طعش أذار وقاعدوا كل الناس شي حده وشي ورا واليان عم بيسوق الشيعي وما في حدا قاعد حده عم بيتخانق ركدين ورا البوستر عم بيتخانقوا مين بيلحق يعربش يقعد عالكرس أنا علماني مدني لكن بالآخر سنة بي سنة أم سنية أولادي سنة بزعل على واقع الطائفة السنية بزعل والله بالرغم خصومتي مع ساعد الحريري لكن بزعل عليه وبزعل أكتر عجمهوره لأنه اليوم في حالة من اليطم واضح أنه ساعد الحريري مش لاجئ سياسي تحت لاجئ سياسي بشوي يعني عدله بالإمارات بتقعد بتعمل شغل ممنوع السياسي ممنوع بيطلب منه سر من الأمير محمد بن سلمان أمر شخصي أميري وبالتالي السنة اليوم بيشبهه المسيحية بالتسعينات وساعد الحريري وحالة الأحباط بيشبه مشيل عون اللي كان مبعب بفرنسا وسامير جعجع اللي كان بحبس اليارسي تمازل ذكرت مشيل عون كمان السنة كانت إلى حد ما بدون مشيل عون فقط تأثيره فقط هيلته بعد ما خرج من قصر بعد مشيل عون ورد جبرون باسيل يعني هيدا الشي اللي بقيت الزعمة منه سهل يعني اليوم الباقيين ما فيوني ورده أصلا مش سهل يورده لا هو ورد هلأ طبعا الورده بتخسر منه دايما شي ضرائب وشي رسوم وشي سدين صحيح ما ورد كل الورده لجبران لكن ورده لجبران مش هينعون ورد عن أرار وراحة بال طب كنت ذكرت بأول حلقة إنه هلأ بتحكي شو نطرنا ماليا من تعميم وغيره شو نطرنا منطرنا مرقناها هيك بقلب الحلقة سريعة إنه يوقف اللبناني بالكمية الكبيرة وبرأي وسيم منصورة مكفة مثل مرياض سلامي كان مكفة لبناني أقل ودايما ودايما الصلاة والدعاء هو للمغتربين يدخوا دولارات ما في شي راح يتغير الودايع بح الودايع بح بح من السنين وراح تضل بح في هال كم دولار عم يندفعوا هون وهناك وفي شوية بنوك كبار عم يبيعوا أصول برا ليرجعوا يكونوا رأس مال هيدا الشي كويس لكن هيدا الشي ما بيكفة لأنه فيه سبعين مليار إذا بيعوا بثنين وثلاثة مليار ما بيغطوا السبعين حكينا سياس كتير سنتك إلك كيف كانت كيف كانت لألفام وثلاثة عشرين على صعيد الشخص أول شي اللي عنده صديق منك مش بيحاجي لأعنده لكن سؤال بريء كيف كان سنتك لألفام وثلاثة عشرين سؤال بريء المعيارة عندي صار صراحة صار معيار الصحتي أنا وولادي واللي بحبهم وأهلي وإمي وبي الحمد لله قطعت صحيا على خير بالعيلة الدايقة لكن صحت بعض الأصدقاء ما كانت منيحة وبزعلت عليهم وشو بيقولوا هلأ بزمن الميلاد وحملت معهم صليم المعيار بصير كلمة بعدني مش ختيار لكن كلمة تقدمت بالعمر أكتر كلمة صار وهالأحبة يتساقط ومن حولك كلمة صرت تفكر بالصحة يعني قطعت ماما بعملية كنا بنحكي عنها الحلقة ماضية الحمد لله كانت بخير الله شافر رجعت أحلى بالنسبة لي هيدا هو المعيار ابن صغير الحمد لله صحته منيحة هيدا هو المعيار صرت بقيس أول معيار عندي هو الصحة بعدين بنزل بالمال وبالشغل وبالكذا بالالفان واربا وعشرين نعادي منخبر أسرار غيرنا منخبر سر عنها سجلنا من يومين بوزارة الاقتصاد وبدنا نتشكر الدكتور محمد أبو حيدر اللي مخلي هالمدرية مدرية بالرغم كلها ظروف الصعبة سجلنا علامة لبرنامج باسمنا اسمه جردة حساب بس جبنا هالصبي بيبقى نقرر وين بدنا نعيشه أنا بعرف وين بكتعيشه بنبقى بنكشف عنا بعدين بنحكي بعدين بس أنه سجلت برنامج جردة حساب باسمي لازم بالأربعة وعشرين بربعة بنصف نقلع فيه لأنه يمكن إجه الوقت نلحق هالزمن الجديد والعصر الجديد وبصراحة بتتفاجأ داني يمكن بتتفاجأوا الناس أنه حلقة وحدة على يوتيوب فيها تدخلك مدخول قد ما عاش موظف بشركة حلقة وحدة وحدة وهذا الشيء هلأ مش حيلة حلقة حلقة تسلم زارة يمكن فهلأ عم نعمل شوية مردود باعد العالم رح نطوره أكتر ونكسفه أكتر باختصار بالحب كانت سنة حلوية طيب يا أنا ما سألتك شي هلا ما حدا يدق اللي بعد استدرشتك منك لوحدك بالحب كانت سنة سنة حلوية يمكن أحلى سنة بحياتي بالصح الحمد لله قطعنا مع ماما بقطوع وقطع بس عندي هيك صديقان مرضى صليلهم بدعيلهم أكيد بالشغل عنا برنامج بينجح ما بينجح ما بعرف وضميرنا مرتاح نحن بزمن الميلاد بيعنيه لك بصراحة بيعنيه لك هل زمن تحس في شي مغير بروتين حياتك اليومية بتحتفل فيه تجيب هدايا لأولادك مش بس بيعنيني هذا الدي أن آي نقلينه لأولادك يعني اللي يعجل اللي يركب الشجرة هو ابنه وابنه حشور كتير مع هيك الهدية لها 15 يوم تحت الشجرة وما فتحها ناطر الليلي ناطر الليلي مش عقيمتها أنه ينطر الليلي هي بحد ذاتها بتدل أنه هالروحية وين أنا بزمن الميلاد بعيش الجوم بعيشه بصراحة وبجرب أني ما أحضر كتير سياسي بس سئة بتحارب غزة جبرتنا بحضر فلومة الميلاد بحضر مسلسلات الميلاد أولادي وارتنينا مني وجيين مطورين أكتر مني بش بس بيزينوا الشجرة لأ وبيحطوا وبيحط الهدايا قبل بشهر وبيعودوا ناطرينها لليلة الميلاد لا يفتحوها وما بيعرفوا شوني الهدايا عرفت؟ بعيش هيدا الجو الميلاد بعمقه هو المحبة هو التسامح للأسف نحنا بعصر عم تكتر البغيضة وبتزاد بالأعلام أنا بقول الإيمان والإعلام مش كتير بيزبطوا مع بعضهم لأنه الإعلام مستنقع بلوسك بجرب كون برات وقدمة فيه لأنه مهنتنا فيها غيري فيها حسد فيها كروه مهنتنا ما بتشبه يسوع انتبه يسوع شو يسوع يسوع كلمتين محبة والبساطة يسوع كان بسيط وكان محب الأعلام ما فيه محبة بتجرب بتجرب أنت تعمل هاي المحبة بعيلتك وبصحابك اللي هني أكتر برات اللعبة وبرات الوسط سوري عم بحكي هاي لا لا سهي إنحائي عندك علاء أبي سوين عندك نظرة لإله معجب فيه يعني لكن فيه ثلاثة بيشبهوا بعضهم والصورة الأخيرة هي صورتك لكل العمر الصورة الأخيرة يعني اللحظة موتك يسوع حمل هالصليب ومشي على درب الجلجلة هون بيختلفوا الإسلام عن المسيحية إذا صلب أو إذا رفع أو إذا رفع من دون صلب لكن بت حالتين بالإسلام وبالمسيحية أن هناك جلجلة وصليب ورجل صار على هذا الصليب اللحظة الأخيرة مختلفين عنها هذا الرجل الذي صار على هذا درب الجلجلة يذكرك بالإمام الحسين يلي راح على كربلة وكان يبيعرف أنه معه أربعين وفيه أربعين ألف بوجه وبالتالي هو رايح على الموت ونعم الحسين كان كيسوع يطق الموت بالموت في واحد تالت اسمه أنطونس عادي قاله للصائق لف رجع وبيعرف أنه رح يسلمه النظام السوري بعد ذاك الوقت للنظام اللبناني رح يعدمه وهو رايح على الإعدام إجل عنده الكاهن وفيه نصي كتير حلو بيحب يجوجلوا على الإنترنت اسمه حدثني الكاهن الذي أعرفه هو عم بيعترف للكاهن أول سؤال سأله تعترف قاله كيف بعترف وعمل باقي النص وقال له للجلاد إذا فيك تفك العصب عن عيني بس شيله ياه قال له شكرا أنا في ثلاثي بربط صورهم ببعض من البعض يسوع السائر على درب الجلجلة يحمل وصليبة الحسين الذاهب إلى كربلاء ويعلم أن الموت بانتظاره وأنطونس عادي الذي ذهب إلى الشهادة وهو يعلم أن بانتظاره حكم إعدام منفذ يسوع فكرة 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 هي فكرة التضحي هي فكرة البساطة هي فكرة المحبة أصغر آيات الإنجيل هي الله محب وتقتصر دياني المسحية ومختلف دياني ويمكن ما نصر أنه أنا حافظ بالإنجيل مش بس حافظ أنا بستحضر الآيات الإنجيلية يعني هلأ بهذه الحلقة يمكن مرتين ثلاثة وبشعر أنه الإنجيل والقرآن يكتبوا بنفس المحبرة وهون كمان يعني ما فيها ما نستسكر راحل كمان جو عبادي اللي كان بكل لقاءاته أعداته كمان يستشد بقيات كرآني لك عم عزل مبارح المكتب أول شي طلع ملفات والفساد تسعة ومنتاعش وعشرين تحكت حالي قلتش وكنت هبيلي تضيع وقت أعمل خصومي وأعداء وطلع لي وراء بدي فرجيك إني بخاط زانعبان بتشوف هاي المحبرة اللي عم تكتب من روح الإنجيل وروح الكرآن وبتشعر قديش عم تصغر اللعبة السياسية قدام اللي راحوا وكننا عم نحكي تحت الهوى إنه يمكن نحن نكون آخر جيل من اللي بيلقطوا ورقة وقلم وبيكتبوا فكرة يمكن نكون آخر جيل يختمها الحلقة ويختمها السنة اختار لي شخص واحد توجه له بمعايدي مين بتعيد كل ما قبرنا بالعمر نتعلق بأمنا أكتر أنا أحلى شي عندي بوعى بكرة تكون ما معندي وبوص لراسة وإيديها بدي إلا لأمي إن شاء الله العيد الجاية كماني تكون حدك ويكون عم عزبك والله يطويل البيع وراء شكرا 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 ميلاد مجيد شكرا اشتركوا في القناة